وهذه واردة أنا مؤمن إيمان قطعي وجازم بأنه السيد محمد الشاعر السوداني هو البديل الشرعي للسيد المالكي بالمراحل المقبلة يعني هذا أنا قراتي للساحيش أنا ما أعتقد حتى السيد المندلاوي تراه نسخة من المالكي؟ أعتقد نعم وهذا ما أعرج عليه أستاذنا نديم الجابري وقال أكون الحرس القديم والسيد محمد الشاعر السوداني من الامتداد القديم لكن بوجه أكثر مرونة أكثر تعاطي أكثر أريحية رح يواجه المشاكل اللي يواجه المالكي من الإطار؟ لا بالعكس أنا أعتقد أنه مثلا المالكي الآن إلى اللحظة يتحدث مثلا عن إفشال مشاريع كمشروع قانون البنال التحتية من القوة الشيعية في حينه هذا رح يتكرر مع السودان؟ لشو منه اللي قوة الإطار معروفين شخصهم المحترمة من تاريخ تأسيس البيت الشيعي قبل أيام المعارضة اليوم ما صار تقاطع يمكن بس التاري الصدري قفز من السلة وأكون هي بالمرحلة المقبلة هو يشتغل على هذا الأساس احشي لي أنت كل ما تمر مرحلة انتخابية أو يصار إلى قرار ستراتيجي تجد القوة السياسية الشيعية مجتمعة برغم الخلاف وبالتالي البيت السياسي الشيعي يحتاج إلى جامع لاحظوا الآن التخبط اللي صار ببيت السياسي السني فقد الإجواع وبالتالي ما عادت القضية صارت بيناتهم من دفرات وبوكسات وتخزت قدام العالم هذا واضح وشفناه كلتنا طيب ليش ما تمتلكون أنتو من السبب هذه البوكسات؟ هاي المصلح هو خلاف المكون هاي المصلح لا احنا مرات نشرك نشرك دائما لو كان لو كان هو نفس الإطار ما متتفع على شوف ما حد جبر البيت السياسي السني أن ما يتوحد لكن تقول لي الإطار مثلا بعيد عن التدخل أقول لك لا هو بنصهم بنصهم وبنفس الوقت ما رح يجبر البيت السياسي الكردي أو الشيعي في حال تمرر قوانين إذا ما أكو رضا أو اتصال أو اتفاق تحت الطاولة